أهلا بكم جديد يبدو أن صبر كندا ودولا غربية عدى على إسرائيل بدأ ينفذ ففي سابقة مهمة في العلاقات الدولية مع إسرائيل أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن بلادها ستحضر مبيعات الأسلحة على إسرائيل وهي خطوة أغضبت الأبيب يأتي هذا القرار عقب تصويت البرلمان الكندي بأغلبية لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل يوم الاثنين الماضي وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية إذ تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022 وفقا لراديو كندا ما يضحى في قائمة أكبر عشر مستوردين للأسلحة الكندية أما فيتا الأبيب فقد أثارت هذه الخطوة الكندية سخطا كبيرا إذ ندد وزيره الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس بالقرار مؤكدا أنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بدوره اعتبر زعم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد أن تل أبيب تشهد انهيارا في علاقاتها الخارجية بسبب وجود حكومة مهملة على حد قوله وهذا الشهر قدمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالبه بتعليق صادرات الأسلحة إلى تل أبيب معتبرين أن كندا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي من عمان ينضم إلينا الدبلوماسي السابق زياد المجالي سيد زياد أهلا بك عبر منصة وقناة المشهد هذا القرار الكندي في إيقاف تصدير الأسلحة على إسرائيل في هذا الوقت ما هي أهميته؟ أسعد الله مساءكم أخي العزيز في الحقيقة يمكن أن يكون سبق كندا أيضا دول أخرى تحدثت عن وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل ولكن الأهمية حقيقة كما ذكرت أنت في تقريركم من الدول الرئيسية المستوردة للسلاح الكندي وإن كانت حقيقة نسبة بسيطة جدا مما تستورده إسرائيل يعني المصدر طبعا الرئيسي لإسرائيل بالسلاح والذي يصل إلى نسبة تقريبا 68% هي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الدلالة سؤالك مهم جدا أنه ما هي الدلالة على ذلك الدلالة أن هناك مجموعة من الدول أصبحت تتأثر أو تترجم تماما ما جاء في البيان الذي أصدرته محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية في الحيثيات التي طلبت فيها من إسرائيل أن تقدم تقريرا في وقت ما هناك ما يلمح إلى أن الدول إذا ثبت أن هناك جريمة ضد البشرية فمعنى ذلك أن الدول وفقا للقوانين الدولية فإن الدول التي تزود بالسلاح إسرائيل ستكون أمام أيضا مسؤولية قانونية دولية وهذا ما لا تريده أي من هذه الدول التي سبقت أيضا كندا سواء كنا نتحدث عن اليابان أو إيطاليا وحتى ألمانيا لديها تقييد لبعض الأسلحة التي تصدر وبلجيكا وإسبانيا طبعا فالعملية تدل أولا على أن النشاط محكمة العدل الدولية له آثار بدأت تتأثر بها الدول الغربية ومهم جدا أن نرى أن أيضا الموقف الكندي يعني التصويت 204 أظن لم تخني الذاكرة مقابل 117 تقريبا ثلفي أعضاء مجلس النواب هم مع وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وأيضا الدلالة المهمة لإسرائيل في خضم مشاكلها الداخلية ونزاعاتها السياسية الداخلية أن هناك صحوة عالمية أمام ما تقوم به يا إسرائيل بآلتك العسكرية في غزة وإذا كان هناك نوايا لغزو رفح خلافا لكل الطلبات بما فيها طلبات واشنطن فمعنى ذلك أن هناك المسؤولية مضاعفة ستواجه الإدارة الإسرائيلية والحكومة الحالية المتطرفة واضح ابقى معي سيد زياد وفي سياق ردود الفعل رحب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة تسيير الأعمال محمد اشتيا بأعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والإشارة إلى إمكانية الاعتراف بالدولة فلسطين قال اشتيا أن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد شعب الفلسطيني تتطلب موقفا دوليا حازما بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها لمنعها من مواصلة جرائمها من جهته رحب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز بالخطوة الكندية داعيا إدارة بايدن إلى وقف إرسال الأموال وتسليح إسرائيل أعود إلى ضيفي من عمان الدبلوماسي السابق زياد المجالي سيد زياد استمعت لهذه الردود التي جاءت لهذا القرار سأبدأ في الرد الفلسطيني الذي رحب بهذه الخطوة وطالب كندا بالاعتراف بدولة فلسطين حقيقة نفس الطلب أو لنقول القرار الذي اتخذه مجلس النواب الكندي والذي طالب فيه بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل هو نفسه في صياغته أيضا وضع صياغة يطالب فيها الحكومة الكندية أن تعمل باتجاه دعم إنشاء أو حل الدولتين فهذا الطلب هو الذي رحبت به القيادة الفلسطينية وهذا حقيقة الكل يرحب به نحن في الأردن نتحدث عن ذلك لأن قضية السلاح خيمالك قضية مهمة لأنها تتعلق بمطلب رئيسي لوقف الأعمال الحربية وعدم تصدير السلاح سيكون أحد العوامل المقنعة للقيادة الإسرائيلية بوقف العمليات العسكرية ولكن لا ننسى دائما الأهمية السياسية بأنه إذا لم يكن هناك حل الدولتين ونشوء الحق الفلسطيني في إطار دولة فلسطينية مستقلة فإن كل هذه الأعمال التي نلاحظها منذ السابع من أكتوبر ستتكرر عاجلا أو آجلا فالعمل السياسي من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية يجب أن يتوازى مع كل جهود تتعلق سواء بوقف تصدير السلاح أو بوقف العمليات الحربية الآن ووقف إطلاق النار أو الإتخاذ المساعدات والعلاج كل ذلك شيء والحل السياسي شيء مهم جدا إذا حدث دول غربية أخرى حذل كندا في هذه الخطوة وفي هذا القرار ما شكل الضغط الذي ستواجهه إسرائيل وهل ترضخ إسرائيل لكل هذه الضغوطات بوجهة نظرك؟ سيد العزيز الحقيقة هناك نوعين من الفوضى في إسرائيل الفوضى العسكرية وهناك الفوضى السياسية ونتنياهو وحكومته هو نتنياهو تحديدا متورط في حالتي الفوضى لكن للأسف لنكن واقعيين عندما نتحدث عن الجانب العسكري تحديدا وكما ذكرتم في تقريركم فإن الولايات المتحدة هذا الأسبوع برغم منادات بعض أعضاء الكونغرس أقرت مساعدات بمقدار 14 مليار دولار لإسرائيل وهذه معظمها طبعا تزويدها بالأسلحة هناك خلاف ما بين واشنطن وتل أبيب بما يختص بالجانب العسكري تدخل به الجانب الإنساني الولايات المتحدة لأن كل الدراسات أوضحت مدى التأثير بالرأي العام الأمريكي الذي سيدهب إلى صلاديق الاختراع في نوفمبر القادم وهناك أيضا البعد السياسي البعد السياسي الداخلي في إسرائيل حقيقة أصبحت واضحة هناك مصلحة ذاتية لنتنياهو لا يريد أن ينهي عمل السياسي بسجن أو بحالة ضياع وفضيحة ونلاحظ نحن الآن أن كل الجهود الأخيرة وأنا أقول هذا التقييم الشخصي حقيقة برحلة بلينكين إلى منطقتنا مرة أخرى ووفد إسرائيل عسكري يذهب إلى واشنطن هناك جهود إلى إنهاء الأزمة بحفظ بعض ماء الوجه لنتنياهو لكي لا يخسر وضعيته السياسية إلى أن تنتهي كل الأمور وتتضح المعالم الحل السياسي الذي تنادي به الولايات المتحدة الجهود مستمرة ولكن الأهم أن فشل مفاوضات الجارية الآن بما يختص بالرهائن واضح بأن نتنياهو يلعب بهذه الورقة أمام الجميع ويريد أن يستعملها بلاك مين إقلاء واشنطن بحيث يضمن أن لا تكون نهايته السياسية سيئة واضح شكرا لك من عمان ضيفي الدبلوماسي السابق زياد المجالي على جميع هذه القراءات اشتركوا في القناة